أفضل أنواع العسل المعروفة وفائدها المذهلة هناك عوامل كثيرة تتحكم في أنواع العسل وتجعل كل نوع مختلف عن الآخر العسل له أنواع كثيرة ومختلفة ويأتي الاختلاف هنا بسبب اختلاف النوع الرحيق الذي يتغذى عليه النحل سواء كان مصدره من الزهور أو النباتات فيؤثر على نوع العسل ومذاقه وممسه ومن أفضل أنواع العسل وأكثرها انتشاراً عسل السدر هو عسل بري ويعتبر أفضل أنواع العسل في العالم كله يتم استخلاصه من شجرة السدر قبل أن تطرح ثمارها يكون باللون البني الداكن وله رائحة طيبة تختلف عن باقي أنواع العسل في المذاق والكثافة كما أنه يمكن أن يحتفظ بجودته لمدة سنتين وكلما مر عليه وقت أكثر ازدادت كثافته ويكون مذاقه رائع جداً موطنه الأصلي يكون في حضر موت باليمن وهو من أغلى أنواع العسل في العالم وذلك لندرة إنتاجه عسل الشفلح أو القبار لا يقل أهمية عن عسل السدر فهو يتم استخلاصه من نبتة القبار البرية وله الكثير من الفوائد فهو ينقل جميع الخصائص الغذائية التي تحتوي عليها تلك النبتة ويتم استخدامه كعلاج لتنشيط وظائف الكبت وأمراض الشرايين والجهاز الهضمي وعلاج الأنيميا والآلام الأسنان ومرض النقرس عسل الموالح يتم استخلاصه من أشجار الحمضيات مثل شجر البرتقال والليمون واليوسفي وغيرها لونه أبيض وكثافته تكون قليلة يحتوي على نسبة عالية من حمض الأسكروبيك وهو أيضاً مضاد للأكسادة ويعتبر مفيداً جداً للأطفال وعلى الخصوص في حالات الأمراض مثل الأنفلاونزا والبرت لأن فوائد هذه الحمضيات تنتقل إلى العسل فيحصل على مميزاتها إلى جانب المساعدة على تهديئة العصاب كما أنه يعمل على الوقاية من أمراض السرطان عسل البرسيم يتم استخلاصه من زهرة البرسيم ويحتوي العسل على زيوت طيارة وأيضاً على مستلخص الكوفارين يكون لونه أصفر فاتح وله فوائد متعددة يعتبر هذا النوع منشطاً للجسم والطاقة عسل دوار الشمس يتم استخلاص هذا العسل من زهرة دوار الشمس ويكون لونه أصفر وذهبي وعند التبلوره يصبح لونه عنبرياً له رايحة خفيفة وطعم لاذع قليلاً ويساعد هذا العسل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم ويحتوي على عدة فيتامينات ومعادل مثل الزنك والحديد والفسفور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر